المترجم للقناة هي أحد الحيوانات التدية المستأنثة والتي من الممكن تربيتها سواء في مستودع خاص أو في المنزل حيث ممكن أن يستفاد المربي من لحومها أو ممكن بيعها في الأسواق أو عند الجزار بالكيلوغرام الواحد ولكن يجب أن نعرف أن تربيتها تحتاج إلى رعاية خاصة حيث أنها حيوانات شديدة الحساسية سواء بالنسبة للأمراض أو الظروف البيئية المحيطة بها فيجب على كل مبتدئ يريد شراء أرانب لأول مرة أن يعي أن هناك شروط يجب أن تتوفر في الأرانب التي سيتم تربيتها وتتمثل فيما يلي يجب أن لا يزيد عمر عمرها عن ستة أشهر ثم التأكد من حالة الأرانب الصحية بحيث لا تكون مصابة بالأمراض كالجرب مثلا فالشكل الظاهري يجب أن يكون فروها لامع وعينيها صافية وحركتها سريعة وحيوية بشكل كبير وكذلك يجب أن تكون ذات طابع هادئ أن لا تكون شرسة وكذلك يجب أن تكون السلالة معروفة كالبابيون والشانشيلا والنيوزيلاندي والكاليفورني مثلا ويجب أن تكون أعمار الذكر والأنثى متقاربة ثم التأكد من خلو الأعضاء التناسلية من الالتهابات ويراء كذلك في عملية البحث أن لا يكون أنف الأرنب فيه أي سيلان ويجب كذلك اختيار مكان هادئ لتربية الأرنب وليس بالقرب من مكان به ضجيج كالسدور مثلا يعني السدور يكون عنده رمول رمول ويكون هناك خبط ورزع فلا يجب أن تكون تربية الأرنب قرب حداد أو مصنع للخياطة مثلا أما طريقة التربية فمن الأحسن أن تكون في أقفاص وليس في الأرض لماذا؟ لأن في الأقفاص تسهل عملية التنظيف بحيث يجب أن يعلق مثل هذا القلع أو يعني هو في الحقيقة قلع بلسيكي معلق تحت القفص بشكل مائل بحيث تتجمع حتى يمكن أن تتجمع كل الفضلات أو المياه في إناء واحد الذي يمكن التخلص منه فيما بعد كذلك يجب يجب الاهتمام بالإنارة الجيدة فمثلا أنا عندي هنا مصباح واحد مصباح واحد يمكن في الليل أن تنير بمصباح واحد كي لا يكون هناك عتم على الألاني وكذلك يجب أن يكون المكان فيه تهوية جيدة مثلا يمكن للمربي أن يعمل عشة كهذه عشة بسيطة بحيث الهواء أن هذه العشة تكون فيها تهوية على طول السنة وعلى يعني صيفا وشتاء وكذلك نور الشمس نور الشمس هو ضروري وضروري للألاني ليس نور الشمس يعني أشعة الشمس المباشرة ولكن بطريقة بطريقة خطوط ممكن أن تفتح خطوط للشمس كي تدخل إلى المكان وذلك لتجفيف وتعقيم الأرانب من الأمراض تأكدوا إخواني أن نور الشمس ضروري وضروري في تربية الأرانب كي لا تكون هناك عتمة على الأرانب كالمثل الذي يقول الضار أو المنزل الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب فعلا هذه المقولة أنا أحترمها لأنها مجربة نور الشمس ضروري في تربية الأرانب إذن حلقتنا لهذا اليوم قد انتهت أرجو أن أكون بصفت لكم تربية الأرانب في هذا الموضوع الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غاديا بالدعم ديلكم كمشكركم بزاف أي ملاحظات أو تعالق على الرحب والسعد أنا فرحان بزاف لأن كي ينين عندي متسبعين ديلي في الحقيقة أو لك إخوان شكرا لكم جزيلا اضغطوا على زر جيم كي تسلاندون واضغطوا على زر الجرس كي يصلكم جديد إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا لكم